بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه في نور الدين نهتدي وبنور الدين نهتدي والدين لما جاءنا جعل الإيمان بالغيب بالشيء الذي يغيب عن أبصارنا أو عن معرفتنا أو عن علمنا مما أخبر الله به جزءا لا يتجزأ من الإيمان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وذلك أن الله لما خلق هذا الخلق خلق منه خلقا منظورا مرئيا نراه بأعيننا لكن هناك عالم غير منظور من الملائكة ومن الجن ومن الأشعة من الكهرباء كهرباء نحس بالأثر بتاعها لو أن احنا ولعنا اللمبة ومنلاقي اللمبة أضاقت لكن مش شايفين طيار الكهربائي وهو ماشي في السلك ولذلك لما يخبرنا الله سبحانه وتعالى عما خلقه يخبرنا عن عالم الملكوت الذي لا ندركه نحن ولو أننا قد انتقلنا إليه لأدركنا بعضه يعني لو رح نظرنا الجنة هنشوفها ونشوف النعيم اللي فيها لو رح نظرنا النار هنشوفها ونشوف العقاب اللي فيها لكن احنا بعاد عن هذه الكائنات أو الأماكن أو الزمان أو المكان أو الأشخاص أو الأحوال وهو الذي قالها لنا فهذا إيمان بالغيب لأنه غاب عننا لأن احنا ما شفناه مش لكن لما آمنا بالله وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى صدق قل صدق الله وأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو يعلم كل شيء هو الخالق هو الذي أوجد ومن هنا جعل الإيمان بالغيب جزء لا يتجزأ من الإيمان لازم نؤمن بالغيب من ضمن هذا الغيب أنه أخبرنا كيف خلق الإنسان وأن الله سبحانه وتعالى خلق شخص اسمه آدم وآدم يعني بنسميه أبو البشرية أول واحد خلقه الله سبحانه وتعالى وخلق منه من آدم نفسه من جسم آدم خلق له حوام يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد يبقى كأن الولد والبنت الذكر والأنثة الرجل والمرأة من نفس واحد خلقها الله سبحانه وتعالى وجعل منها هذا النوع للقيام بواجبات ووظائف وخصائص معينة وجعل منه أيضا وظائف وخصائص ومراكز معينة وسمى ده الذكر وده الأنثى أو ده الولد وده البنت وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون حكى أن القصة ديها تلقوها في سورة البقرة تأروها تعرفوا إزاي ربنا خلق آدم